صباح الخير اليوم حلقتنا انا بعتبرها من الحلقات المميزة عنا اطلالة على شخص بعتبره مميز ان شاء الله تعالى حيحدثنا السيد حازم الاحجازين والخالة برضي الاحجازين عن كيف ادروا يتكيفوا مع الوضع اللي اختلف عليهم بعد ما كان وضع بشكل معين سأصبح بشكل اخر وحنعرف كيف الاسرة واهمية الدعم الاسري للاشخاص دول الاعاقة وعشان هيك انا حابة اسأل بداية حازم يعني انا بحب كتير اعرف عن قضية كيف صارت معاك الاعاقة كيف اصبحت معاك الاعاقة بداية صباح الخير ووصد صباحكم وكل الشكور لقناة رؤية يمكن عندي اعتراض في هذا الموضوع انه بطلنا نقول الحبيس لانه صرنا نقول انه هذا اصبح جزء مننا الكرسي المتحرك انا كنت بدي اسأل كيف كان شعورك لما انت انه كنت تمشي كنت تركض مع الوضع صفاك وتلعب بالحارة واكيد تلعب كورا وكيف مرة واحدة صرت انه قاعد على الكرسي هلا كيد يعني الانسان بالضايق انه يعني هيك فجأة ومرة واحدة انه كان يمشي يروح يمارس حياته بشكل طبيعي وبعد فترة زمنية اصبح غير قادر لكن الحمد لله الحمد لله الانسان القنوع اللي بتقبل وضعه بيرسم ساعاته بايده الحمد لله طيب انا بدي اسأل انت اعتقد دخلت مدرسة لانه بعضهم بالكرك ما في مدارس متخصصة لانه تروح عليها لدوي الاعاقة وبالفترة السابقة ما كان في مدارس فاكيد درست بمدرسة حقومية خاصة خاصة نعم طيب تحكي لي كيف كان وضعك يعني انا بحب اسمع عن صفوف الاولى خصوصا نعم اعرف ونعرف المشاهدين على موضوع انه اداة مهم المدرسة وتكيف المدرسة مع الشخص نعم هلأ المدرسة احنا في عنا مدرسة خاصة مدرسة الفردوس نعم البطراكية اللاتينية اه مدرسة خاصة ببلدة قدر بالكرك هلأ طبعا انه انا هذيك الايام ما كنت بعرف اشي اسمه كرسي متحرك اها كرسي متحرك مكان موجود فكانت تضطر والدتي تحملني توديني على المدرسة وين كانت النقطة الحساسة انه توديني على المدرسة قابل وصول الطلاب حتى ما تحرج حازم امام الطلاب انه والدته حاملته وبرضه لما يروحوا الطلاب من المدرسة كانت تيجيني بعد انتهاء الدوام عشت وتأقلمت مع وضعي طبيعي يعني احنا عشنا عملية الدمج من السبعينات او الثمانينات حلو يعني عشتوها فعليا نعم فعليا طيب الخالي وردي انا كنت بدي اسألك يعني اهلا وسهلا فيكي نورتينا وكنت حب كتير اعرف عن موضوع انه يعني ادي انه اصغر ولد عندك كان حازم ادي اثر فيكي انه اصبح عنده اعاقة بعد ما كان انه يعني ما عندوش اي اعاقة ولا اي حاجز انه ينطلق سدقي انا تأقلمت والايمان بالله الحمد لله قوي الحمد لله يعني الله بتجبر الانسان حتى يتحمل طيب ايش عملتي انا حابة اعرف المشاهدين اعلم ايش ايش سويتين انت لقله لحازم كيف تكيف ما خليت وسيلي لما عالجته اهه بعدين ما اروح ما ااجي ما اطلع من البيت اذا ما كان معي احرمت كل شيء السلطة تطلع فيه لكن بالاخير يعني نتيجة ايجابية ايجابية ولحد الان نعم الحمد لله مشكر الله الحمد لله اللي بده يا حازم ملبق له يعني كنت تخدي انتي اللي تودي على الدكتور نعم لحالي احمله اطلع على جبل الحسين وهو يبكي معي يبكي انام عند بيت سلفي الصبح بدي اقوم الابسه الابسه من ايدي الثانية ما اقدر ارطاحه الابسه ازر الجاكيت او الكبوت عليه هو ببكي معي انزل الصبح ارجع المغرب على الكرة فبأثر هذا خالته عليك على وضع الاسرة ما اثر على بيتك لانه مثلا كنت تطلع من الكرة سدقية بنتي فضل عائلة كبيرة خمس ولاد وبنات تنتين الله يخليهم بنتي الكبير ابتسام اه تحملت مسؤوليت اخوانا لما اغيب اها مع ابوها بيشتغل في البصفات يعني تشاركتوا مع بعض في البيت في الوضع نعم خضنا يد وحدي هذا مهم جدا ما خلينا نوع اعلاج لما عالجنا شكرا لك خالته طيب استاذ حازم انا بدي اسأل كمان اشي تاني موضوع انه انت انا شعري انه في نجاح كتير كبير الحمد لله بتشتغل في المركز المركز الأمير الحسان نعم للكشف المبكر عن العلقات نعم ايش بسماك الوظيفة هنا انا فني اصيانة السماعات الطبية مان شاء الله فني اصيانة السماعات الطبية مان شاء الله بالنسبة للعمل ايش قاملنا شو سوينا كيف قيفنا الوظيفة كيف هلا بالنسبة للوظيفة يعني انا اسمحيلي اشكر جلالة سيدنا اول شي واصبح عليه بالخير احنا بنسبح واشكر السمو الأمير الرعد اشكر عطفة الأمير العام الدكتورة أمال نخاس الدكتورة منارم دانات اللي هي طلعت حازم من البيت للوظيفة انت عشيلي هي ولهمة لأيلي صدقا 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 الوظيفة هلا كوظيفة يعني انا فجأة هيك اطلع من اطار البيت على اطار الوظيفة فكانت شي صعب علي لكن مع ذلك اقلمت وبسرعة شديدة يعني الزملاء اتفهموا وضعي حتى المبنى كان مهيئ مركز الأمير الحسن مهيئ تهيئ كاملة يعني بالنسبة للتهيئة البيئية كان بالنسبة لك مرضي لدرجة انه فورا صرت تتقلم مع العمل زملائي بالوظيفة زميلاتي مديرتي الأخت هندي القيسة يعني كلهم متفهمين اخوان إلي شو ما بدوا حازم محتاج احنا جنبه بساعدوني اطلاب السيارة انزل من السيارة بستقبلوني انت مش كرسي كهرباء كرسي كرسي عادي عادي نعم اي نعم عندي كرسي كهربائي لكن الفترة هاي تركته بالجامعة خلال الثلاث سنوات فهلا بدأ أرجع أرجع على الدوام ان شاء الله لأنه بأعتقد حسب نوع الإعاقة المفروض ان يكون في وسيلة بساعدني على الحركة بالزبط فالحمد لله يعني أموري بالوظيفة ممتازة جدا الحمد لله موظف عادي بدوم وكمان وكمان قلت لي انت كمان بتشتغل بالإعلام على ما أعتقد فيه انا مقدم برامج بإدعاءة صوت الكرك ان شاء الله طب هذا شيء كتير يعني أنا يعني هذا بحفز الأشخاص دو الإعاقة انه فعليا احنا وجودنا في وسائل الإعلام وفي المنابر ومكان ما بنوصل الرسالة تبعنا لمجتمعنا كتير مهم سواء كان مرء مقروء مسموع كل هذا اشياء كتير يعني مهم نعم احنا بهمنا كإعلاميين بالدرجة الأولى بغض النظر انه احنا أشخاص دو إعاقة أو غير إعاقة انه انوعي المجتمع المحلي وينما كنا موجودين لازم نوصل الرسالة طبعا ان حقوق علينا واجبات وإلنا واجبات تمام اذا استغليت وجودك في هذا المنبر اللي هي الإذاعة اللي موجودة في الكراك لا لا فعليا لعمل حراك حقوقي نعم أثرت له تأثير نعم شعرت بهذا التأثير نعم لمسط حلو نعم يعني أذكر أنه ساعدنا تقريبا من أربع طلاب دو إعاقة دخلناهم المدارس آه معنهم كانوا مرفوضي دخلوا المدارس نعم معنهم إعاقة حركية مش عقلية آه ساعدنا المجتمع المحلي حتى لو عقلية حتى لو ذهنية نعم يحاولوا يطلعوا أبنائهم من البيت نعم 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 منروح منعمل زيارات إحنا من خلال الإذاعة ما عنا أي مشكلة منستقبلهم بالإذاعة منصلطوا الضوء عليهم تمام الناجحين المميزين نحاول نبرزهم حلو اهتمام كامل بذوي الإعاقة ممتاز يعني كمان إنتا خلنا نقول النبت الصالحة بتثمر نبت صالحة أكيد طبعا يعني أثرت وأعطيت من هذا الشيء الموجود عندك اللي هي من التقبل والرضى والتكيف مش الرفض لأنه في عنا إحنا على فكرة خصوصا في بعض أنواع من الإعاقات كتير بيكونوا رفضين لمجتمع نعم وهي المشكلة اللي بنواجه أكثر شي بالجنوب هلأ حازم ما وصل للإعلام لأنه هيك حقولوا تعال أنت بدك تصير مقدم برنامج لأ أنا حابب أوصل للمجتمع بشكل عام حابب أو أرجيهم أو أبين إلهم أنه حازم عانا بس ما بدي هاي المعاناة تصل لسين أو صادم للناس نعم بدي يتخطوا هاي المرحلة نعم ما بدي الألم والوضع والمعاناة النفسية من المجتمع وعدم خروجه من البيت والوضع تغير والزمن اختلف أنا بعض تغير الزط معناته حازم متكيف بحياتك الحمد لله مهي بالمية خلتوا أنا كنت بدي أسألك خلتوا ورده عن موضوع البيت أنتوا عندكم في البيت مهيأ جاهز لا استخدام حازم حتى لو كان لوحده بالبيت نعم مهيأ مهيأ شو ما بدي بيحوم في الغرف وبطلع برة أخته أصغر منه بيساعده بيساعدني والحمد لله أنت راضي عن أنه يكون عندك راضي أنه يكون عندك شخص من دول إعاق راضية ومفسوطة الحمد لله في إراتي في إيماني تشعري هذا تميز خالي وردة كيف تشعري أنه هذا الشيء تميز طبعا يعني أنا قاعد بعمل شيء منيح حمد لله وبتمنى على كل أم نعم نعم إنها تساعد ابنها نعم إنها تعمل إشي نعم تطلع لها يعني تخدمه نعم هذا ابني من قلبي صحيح أنا ما بهمله طبعا طبعا ما بهمله لو أني بدي أصدقي أصبت في مرض الدسك وأحمله وأنا مريضة الله بعله الله يقويك الله يقويك طبعا لأجله الحمد لله بالزبط ربنا بكل معك شو مسار فيه أمراض الحمد لله الله بشيني أكيد أكيد طيب حزم أنا قد بدي أسألك على موضوع يعني أنا رح أخذ الجانب الثاني اللي هو أدي واجهت صعوبة أدي كان في عندك مشاكل سواء كان يعني أنا بدي تعطيني المراحل كلها بس كيف كيف قدرت تتحدى المشاكل اللي كانت موجودة ألم يا الله فيه مشاكل هلأ مشاكل الأشخاص ده والإعاقة أول مشكلة بتواجههم كيف بيتم يختلطوا مع المجتمع الخارجي كوضحهم نعم كنظرة المجتمع لهم نعم يعني أنا أذكر إنه إذا بدي أدخل يعني على فرح لحظة دقوة خازم بتركوا كل المواضيع بتوجهوا أي شيء نظروا لخازم هلأ أنا وصلت لمرحلة إما بظل في البيت وما بخرج نعم أو إنه بكسر هذا الحاجز ومطلع إذا نظرة المجتمع كانت تتأثر عليك ولهلأ لهلأ فيه لغاية الآن لهلأ موجودة لكن بما إنه أنا كشخص ذو إعاقة كسر هذا الحاجز ما بيأثر نعم ولا بأثر علي سلبي بالمرة نعم بالعكس نعم نحن هذا اللي بنقول بدنا نزرعه في الأشخاص اللي عندهم إعاقات وأسرهم ياريت اللي هو أنت تقدر أنت تنقل رسالتك وتنقل الشعور اللي أنت هلأ بتشعر لما بتقولي كل الناس بتكون تطلع علي نعم وأنا ماشي نعم يعني فعليا بدنا الناس تفهم وتستوعب إنه ليه بتطلعون وهو أنا مثلي مثلك يعني أنا بستخدم وسيلة الكرسي نعم وإنت بتمشي على الرجليك فوق ليه بتطلع مشاكل أخرى تحديات تانية أنا بحب كتير نسلط الضوء على قضية المدرسة الشغول المجتمع بشكل عام نعم يعني هلأ بما أنه أنا يعني بعمل في أو متطوع في مجال الإعلام أكثر زياراتي كنت أعاني منها كودة البناء عندنا الكودة غير مجهزة نعم وما فيه اهتمام فيها أصدق التسهيلات البيئية التسهيلات البيئية نعم نعم ما فيه ما فيه ما فيه حدا يهتم بيهك موضوع أو نقدر نحكي أنه موضوع جديد ولسه بده فترة زمنية حتى هو موضوع جديد حديث يعني فيه إحدى الدول أعتقد إسبانيا من 1823 عندهم الرنباط والشوارع والكله عليها طبعا ومش عاملين عشان دول الإعاقة ومعاملين عشان العربيات التحميل والتنزيل فهي حديثة قديمة يعني التسهيلات البيئية هي لازم تكون موجودة في كل مطرح حتى يعني في المنازل في في القطاع العام في كل مطرح يعني لازم تكون موضوع لأنه فعليا هي حاجز بتواقف قدامها ستي بالنسبة لل يعني الأشخاص دول الإعاقة أكبر مشكلة بواجهوها والحمد لله مش موجودة هنا تعاملهم مع الناس أو المجتمع إحنا ما شاء الله علينا مجتمعنا الأردني كثير نخوي شهم بحب يساعد لكن وين المشكلة الحقيقية أنه كيف أنا أتعامل مع خازم نعم كيف بدي أصل لخازم أني أقدر أخدمه أساعد وأطلب مساعدته أو ما أطلب مساعدته فهونا بيجي دورنا بالظبط كيف ننقل الإشي الإيجابي اللي موجود عندنا الهالة الإيجابية لمجتمعنا ما نعطيهم الهالة السلبية لأنه فعليا هي نظرة المجتمع عن الأشخاص دول الإعاقة إنه دائما بينظرونا بنظرة سلبية إنه هذا الإنسان دائما ما هو بدي ياني أخدمه نظرت الشفقة وإلى آخر هاي الأمور بالظبط فأنت أتعرضت لهذه أتعرضت كثير وكانت ضايقني ضايقني كثير لكن قلت بلا بعدين يعني خلاص بكفي نكسر الحاجز ونمشي أنا قبل ما بدنا ننهي بدي أعرف عن المبادرة قلت لي في عندك مبادرة هلأ برنامج الإذاعة بصوت الكرك اسمه فرسان الإرادية نعم ما لقيت لهذا البرنامج كافي لتغطي والوصول إلى المنازل الأشخاص دول الإعاقة فطرقيت أعمل مبادرة باسم فرسان الإرادية تابع للبرنامج من شباب جامعي 52 شب جامعي من الصبايا والشباب الوعيين وبرضه 9 أشخاص من دول الإعاقة حلو برافو مختلفين الإعاقة طبعاً منشكر مركز الأميرة بسمة للتنمية بالكرك ومنديره أبو عون على الصعوب اللي احتضانوا هاي المبادرة حلو فأحنا منتحرك منعمل اجتماعاتنا مواصلاتنا ضيافتنا كلها عن طريق مركز حلو طب المبادرة هذي بس أنا حاب أعرف شوية عنهم هاي المبادرة بلشت أول شيء وانطلقت بـ 13-2014 من مسر عمادة شؤون الطلبة إيش طبيعتها؟ طبيعتها توعي المجتمع بحقوق الأشخاص المعاقيين كيف تتعامل معاهم من خلال الإذاعة؟ من خلال بنفس المبادرة احنا عم نطلع جولات على البيوت منقعد مع الأهالي نعمل ورشات تثقيفية توعية وتثقيفية في حلو نعم عم نطلع على المحلات التجارية منوجه أصحاب المحلات أنه من حقي أنا أني أدخل على المحل واتبضع اعمل للرامبة صح واسع لي الممرات بين البضاعة لأيه مضرب في البضاعة ولقنا قبول وعملوا أصحاب المحلات كثير رامبات وخدمونا والحمد لله الحمد لله فهدف فرسان الإرادة بالكرك لمساندة الأشخاص ذو الإعاقة ممتاز نحن نتمنى أنه مجتمعنا دائما ينظر للشخص ذوي الإعاقة نظرة إيجابية ودائما أنه يتقبلنا وزي ما اتفضلت أنه فعلا التسهيلات البيئة طبعا أنا راح أدخل جوا السوبر ماركت وأشتري أغراض أنا إذا بدأ أطلع أطلع أي مطرح راح أفيد وأستفيد فيعني فعليا هي النقلة بتكون يعني زي ما بنقولها أخذ وعطى مش بس إني أنا بدي أخذ عشان يك بنقول مهم جدا أنه أنت كشخص عندك إعاقة تقدر تنقل للمجتمعك الشيء اللي أنت لامسوا بنفسك بذاتك نعم هي نقطة مهمة جدا جدا الشخص ذوي الإعاقة نعم إذا أهله مساعدوا من بيته نعم مثل أنا أخوي الكبير أبو ورد سلطان حجازين أبو بيتر حرب الحجازين إخواني عيلتي طبعا عيلتي هم اللي أسسوني دائم الرئيسي نعم فإذا هم مساعدوا هذا الشخص نعم أنه يطلع من بيته نعم فعلا راح يلاقي نجاح كبير مية بالمية مية بالمية خالي ورد نورتينا وإن شاء الله تعالى ربنا بيعطيك الصحة الله يوفق وبنظلوا على هذا العطاء وهذا التقدم الله يخليك إن شاء الله إسلام أستاذ حازم إعجازين الله خديتك إرادة الله شكرا لكم شكرا على حبيبتي يا نعم